في ختام أشغال جمعها العام الاستثنائي دعت الهيئة الوطنية للعدول بمراكش لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل وتعزيز ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وطلبت الجمعية العامة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد أعضاء الجمعية المغربية للعدول تكون من 267 عضو وما تشكلون مكاتب الجهوية للعدول والقانون اعتبرهم على جهاز قراري في الهيئة الوطنية وتميزت أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول بإلقاء عروض لكل من لجنة الشؤون العلمية والقانونية ولجنة الشؤون المهنية ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية